ومن المسائل المهمة في هذا الموضوع أن هؤلاء وهم الخوارج أنه ليس لهم أصل أصيل ينطلقون من خلاله كيف يتتبعون المتشابه مع أن القرآن واضح عند البيهقي لما حدث عمران بن الحسين رضي الله عنه بأحاديث فقال ممن هو من أهل الخوارج قال إنكم لتأتوننا بأحاديث لا نسمع لها أصلا في كتاب الله فغضب رضي الله عنه وقال أفلا تفسروا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام الله ولذلك عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل قال ابن حجر رحمه الله في الفتح قال فلعله أن يكون نافع ابن الأزرق الذي هو رئيس الأزارقة من طوائف الخوارج انظروا بعض الناس يأتيه الحق واضحا بينا إلا أنه يبحث عن دقائق الأمور مع أن لديه أصلا أصيلة فكان يأتي إلى دروس ابن عباس رضي الله عنهما في مكة وإذا به يلقي عليه المسائل والشبه هل حق واضح ولذلك قال هذا الرجل وهو نافع قال إنه لا يختلف علي كتاب الله سبحان الله يختلف عليك كتاب الله فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يختلف عليك كتاب الله فإن الكل من عند الله من لدن حكيم عليم فكيف يكون هناك اختلاف انظروا من يأتي من هؤلاء من أهل الأهواء بهذه الشبه مع أن لديه أصلا أصلا فاحذره ولتتنبه إلى خطورة أمره